عزائي الطلبة والطالبات أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من مادتكم محاسبة الملائي نهاردة يا أولاد هنكلم سنة تانية هنتكلم في أول موضوع في منهج الترمي التاني عن الحسابات الجارية للشركاء اخذنا مع بعضينا في الترمي الأول الجرد وانا عارف ان انتوا كنتوا ممتازين فيه حاليتوا فيه كويس وخذنا تكوين شركات التضامن لشركات الأشخاص نهاردة هناخد مع بعضينا الحسابات الجارية للشركاء يعني يا أولاد حسابات الجارية للشركاء نفهمها مع بعضينا كده كويس بس قبل ما نبتدي الحلقة بعد إذنكم كشكولك ألمك الألة القذبة تقعد معي تكتب أول بول هتستفيد بالحلقة أكتر وأكتر شكراً لكم إيه بقى الحسابات الجارية للشركاء؟ الحسابات الجارية للشركاء يا أولاد بتعملها الشركة بعد ما تعمل جدول المتجرة والأرباح والخسايا عشان توزع الأرباح طيب لما تيجي توزع الأرباح يتحذبوا بقى لو واحد دي فلوس ياخدها ولو عليه فلوس يدفع يبقى هنبتدي بإيه بصفر ربح وهناخد منهم لو ساحبين أي فلوس ناخد عليهم حاجة اسمها فايدة المسحوبات أو عليهم فلوس اسمها حسابات جارية مدينة ناخد عليها فايدة كمان ونديهم لو ليهم رأس المال نديهم فايدة رأس المال ولو في أحد الشركاء بياخد مرتب ندي له مرتب الشريك بتاعه السنوي ولو في حسابات جارية دينا ندي له فايدة يبقى لما نيجي نعمل مع بعضين جدول توزيع الأرباح يبقى الجدول الأولاني اسمه توزيع الأرباح الجدول الثاني اسمه جاري الشركاء يبقى الجدول الأولاني إيه؟ أيوة سامحكم بتقوله توزيع الأرباح والجدول الثاني اسمه جاري الشركاء طيب توزيع الارباح فيه كم حاجة بتحط تلات حاجات في الجانب المدين وتلات حاجات في الجانب الداين يبقى تلات حاجات في الجانب المدين وتلات حاجات في الجانب الايه الداين تعال نشوفهم مع بعضينا التلاتة عشان نطلع من الحلقة فاهمين حفظين مزاكري ايه بقى التلات حاجات اهم اولاد يبقى الجدول الاولان اسمه توزيع الارباح والايه والخسائر توزيع الارباح والخسائر هنعمل تلات حاجات اول حاجة في الجانب المدين فايدة رأس المال تاني حاجة المرتب السنوي تالت حاجة فايدة الحسابات الجارية الدينة طيب في الجانب الدين صاف الربح وفايدة المسحوبات وفايدة الحسابات الجارية المدينة تعالى نرسموا مع بعضنا احسن خطوة خطوة ونعملوا مع بعض يلا اولاد نسطر مع بعضنا كده انا شايفكم بتسطره هتسطره معايا على الشاشة يبقى الجدول الاولاني اسمه ايه الجدول الاولاني يا مستر ايمن اسمه توزيع الارباح والخسائر يبقى الجدول الاولاني اسمه ايه ايوه انا سامع اولاد ابتادت تقول معايا شاطرين اسمه توزيع الارباح والخسائر طيب ده الجانب اسمه الجانب المدينة اولاد وده الجانب اسمه الجانب الداين 3 حاجات في الجانب المدين و3 حاجات في الجانب الداين يبقى 3 حاجات هنا وتلات حاجات هنا. ايه التلاتة اللي هنا يا اولاد? فايدة رأس المال. فايدة رأس المال. عندي اتنين شركة كل واحد ياخد فايدة على رأس المال. بيجيب رأس المال واضربه في المعدل على مال. باول حاجة فايدة رأس الايه المال. تاني حاجة. مرتب الشريك السنوي. يبقى. مش الشهر يا اولاد. السنوي. يبقى لو اعطاه لي في الشهر اضربه في اتناشر. تالت حاجة. فايدة الحسابات الجارية. ادقنا ولا المدينة? ادقنا برافو عليكم. يبقوا كام حاجة بقى في الجانب المدينة تلاتة نقولهم مع بعضينا. تلات حاجات في الجانب المدينة يا مستر ايمن. فايدة رأس المال. مرتب الشريك السنوي او ممكن يقولي المكافأة. تالت حاجة فايدة الحسابات الجارية. ادقنا. طيب ايه التلاتة بقى النحية التانية? قال لي اول حاجة صافي الربح. بعد كده فايدة المسحوبات. بعد كده فايدة الحسابات الجارية. حطينا هنا ادقنا يبقى هنا نحط ايه? برافو عليكم المدينة. يبقوا كام حاجة في الجانب الداين تلاتة زي اللي هناك. طب يا مستر ايمن افرض ما عطنيش واحدة فيهم. عادي. لكن هما كام حاجة في الجانب المدينة او في الجانب الداين تلاتة. تعال نقول اللي في الجانب المدين تاني ونقول في الجانب في الداين تاني. يبقى في الجانب المدينة. فايدة رأس المال. مرتب الشريك السنوي. طب افرض جابلي مكافأة هي هي. فايدة الحسابات الجارية الدائنة. فايدة الحسابات الجارية الدائنة. في الجانب الداين كام حاجة يا مستر? تلاتة برافو عليكم. صافي الربح. فايدة المسحوبات. فايدة الحسابات الجارية المدينة. فايدة حسابات الجارية لإيه؟ المدينة طيب لما نجيب فائدة رأس المال هنجيبها إزاي؟ قال لي هتضرب رأس المال في المعدل العالمي لما نجيب فائدة رأس المال هنضرب رأس المال كل واحد في المعدل العالمي طيب مرتب الشركة السنوي لو أعطاه لي شهري أضربه في كام في 12 مش معنى 12 عشان عدد الشهور 12 فائدة حسابات الجارية الدائنة بجيب الجارية الدائن واضربه في المعدل العالمي صف الربح هو بيده لجاه زولات فايدة المسحوبات نفس الخطوات بس هزدت خطوة المسحوبات في المعدل عالمية ايوة هنزود المدة على ال 12 وش معنى 12 عشان عدد شهور السنة 12 بل مسحوبات في المعدل العالمية زادت خطوة للمدة على ال 12 فايدة الجار المدين يبقى الجار المدين في المعدل العالمي تعال نقولهم مع بعضنا تاني قبل ما نمسك مسائل نحلها مع بعض على توزيع الارباح ونتعلم بعد كده جار الشر تعال نقولهم مع بعضنا ايوة سامع ولد ابتدى يقول معايا وبنت شطر الجدول اسمه توزيع الارباح والخسائر برافو عليكم 3 حاجات في الجانب المدينة خلاص حفظناهم و3 حاجات في الجانب الداين يلا انا سامعكو اهو في بنت ممتازة سامحها بتقول في الجانب المدين 3 حاجات فايدة رأس المال مرتب الشريك السنوي ايوة فايدة الحسابات الجارية الدائنة فايدة الجار الدائن فايدة الجار الدائن يبقى ده في الجانب الايه المدين طب في الجانب الدائن يا مستر ايمن 3 حاجات صاف الربح فايدة المسحوبات فايدة الحسابات الجارية المدينة طيب اقولهم تاني ولا تقولهم انتو انا سامعكم برافو عليكم يلا نقول الجانب المدين فايدة رأس المال ومرتب الشريك السنوي وفايدة الحسابات الجارية الايه الدائنة برافو عليكم ممتازين بتقولهم معايا كلكم الناحية التانية هنحط في الجانب الدائن صاف الربح وفايدة المسحوبات ايوة وفايدة الحسابات الجارية المدينة برافو عليكم تعالوا نشوف مع بعضين اولاد تمرين هنعمل التوزيع الارباح ونعمل كمان معانا جار الشركة طيب نكتب البيانات مع بعضين عشان نخلي بنا بيقول ايه بقى في نقرأ مع بعضين التمرين يا اولاد يلا نكتب ورا بعضينا كده في الكشفول بتاعنا بيقول لي ايمن وحسام شاركان في شرق التضام ينص عقد تكوينها على ما يلي تحتسف فايدة على حصص الشركاء في رأس المال بمعدل اربعة في المية يبقى فايدة رأس المال اربعة في المية وتحتسف فايدة على المسحوبات ستة في المية بقى فايدة المسحوبات ستة في المية ويتقاد الشريك ايمن مرتب ستمائة جنيه شهرية توزع الارباح بين الشركاء بالتساوي وفي مال البيانات المستخرجة من سجلات الشركة في واحد وثلاثين اتناشر عشرين وواحد وعشرين ايمن رأس ماله اربعين الف رأس مال ايمن اربعين الف ورأس مال حسام تلاتين الف خمس تلاف مسحوبات ايمن والفين وخمسمية مسحوبات حسام ده ستة اشهر وده اربع اشهر رصيد مرتب ايمن الف ومتين مرتب ايمن الفين جنيه جاري ايمن داين وسبعمائة وخمسين جاري حسام مدين عايزي بقى ايه المطلوب مني فازا علمت ان صف الربح تلاتاشر الف وتلتمية المطلوب عايز مني تصوير حساب توزيع الارباح والخسائر وتصوير جاري الشركاء عن السنة المنتهية في واحد تلاتين اتناشر سنة عشرين وواحد وعشرين تعالوا مع بعضين اولاد نعمل المسألة ونحلها مع بعضين يلا هنحل مع بعضين نسطر اول جدول اسمه ايه اول جدول يا مستر ايمن اسمه توزيع الارباح والخسائر يلا مع بعضين كده نعرف ان انتم شاطرين ممتازين هدي اول جدول اولاد اسمه ايه الجدول نكتب كده توزيع الارباح والخسائر ده الجانب الايه وده الجانب الايه ايوا برافو عليكم ده الجانب المدين وده الجانب الايه الدين يلا نكتب التلات حاجات اللي احنا حفظناهم مع بعضينا في الجدول هنا فيه تلات حاجات وهنا فيه تلات حاجات قولوهم معايا يلا اكتب لكم كده تلاتة وتلاتة ايوا في فائدة برافو رأس المدين بعد كده مرتب الشريك السنوي يعني مرتب الشريك يعني الشريك اللي في الشركة بياخد مرتب في السنة تلات حاجة فائدة الحسابات الجارية قدائنا برافو عليكم حفظتم ان احنا التانية نحط ايه صافي الارباح بعد كده بعد كده فائدة المسحوبات بعد كده فائدة الحسابات الجارية المدينة طيب يبا نجيب فائدة رأس المال هنجيب ايمن جبت كم يا ايمن اللي جبت اربعين الف في فائدة رأس المال اربعة عالمية يبا انا جبت رأس الماله الاولاني في المعدة العالمية اعملها على الالة تطلع الف وكام يا اولاد وستة وميت جني طيب اللي فهم دي اعمل معايا حسام بقى حسام جبت كم رأس المال اللي جبت تلاتين الف هتاخد فائدة عليهم كم في المية قال اربعة عالمية تطلع الف ومتين جني يبا الف وستة ومية و الف ومتين اجمعهم مع بعض اولاد يطلعوا الفين وتمنمية جني يبقى انا عملت اول حاجة فايدة رأس المال جبتها ازاي جبت رأس مال كل واحد ده جاب كام اربعين الف المعدة كام اربعة عالمية يبقى اربعين الف فاربعة عالمية تلات الف وستة مية بقى انت يا ايمان الف وستة مية وانت حسام تلاتين الف فاربعة عالمية تلو تلاتين الف بس فكل واحد باخد الفايدة على قد المبلغ بتاعه قال لي طب شكر حلو عايز اجيب مرتب الشريك السنوي هو في التمرين كان كاتب لي ايمن بياخد ستمائة جنيه في الشهر طب احنا عايزين نجيبه في الشهر ولا في السنة قال لي في السنة يبقى مرتب الشريك السنوي هنجيب مرتب ايمن بتاخد كامية ايمن قال لي باخد ستمائة في الشهر ستمائة السنة فيها كامل شهر ياولاد اتناشر برافو عليكم يطلع سبعة تلاف ومتين يبقى مرتب ايمن سبعة تلاف ومتين طب ليه ضربت في اتناشر عشان قال لي شهري لما يقول لي شهري اضرب في كامية اولاد في اتناشر طب جبتها لي جاهزة يبقى تاني حاجة جبتها مرتب الشريك السنوي هو قال لي مين اللي بيشتغل في الشركة ايمن بتاخد كامي ايمن قال لي ستمائة السنة فيها اتناشر يبقى مرتبك سبعة تلاف ومتين حسين ما بيشتغلش في الشركة ملوش مرتب اولاد فايدة الحسابات الجارية الدينة مش جايب هو فايدة مش جايب ليه مش عايز يدي فايدة على الحسابات الجارية الدينة والمدينة ماشي صاف الربح هو عطاه للرقم بيدوه لي جاهز قال لي الشركة حقاقت ارباح تلاتاشر الف وتلتمية يبقى الرقم ده بجيبه منين موجود في التمرين قال لي صاف الربح تلاتاشر الف وتلتمية ليه قول لي عليه حطه طب بييجي منين اصلا لما بعمل المتجرة والارباح والخسائر او قيمة الدخل بطلع صاف الربح بشتغل بيه بعد كده طيب فايدة المسحوبات حد فاكر قانونها ولد كنت بجيبه ازاي فايدة المسحوبات يلا اللي فاكر يقوله معايا لسه قيلينه اول الحلقة ايوة برافو عليكم فايدة المسحوبات هتساوي ايه المسحوبات في المعدة العالمية في المدة على الاثناشر يعني يا مستر ايمان يعني سحبه كام في المعدة اللي بيتخل عليه الفايدة المعدة الخمسة في المية عشر في المية اتنشر في المية في المدة على الاثناشر بجيبها المدة ازاي بقى لو اعطاني تاريخ بحسب لاخر السنة لو اعطاني جز اقوله شكر تاني يعني لو سحبه في واحد سبعة اعد من سبعة لاتناشر هلاقيهم ستة شهر طيب لو قال لي هو ستة شهر اقول له شكرا انت كده مدهالي جاهز يبقى لكن لو عطالب التواريخ بحسب من واحد سبعة لاخر السنة سامع ولد بيقول لي طب ليه الاخر السنة علشان احنا بنعمل حساباتنا الختمية في اخر السنة برافو عليك ان انت صحيح وامتابع معايا الحلقة يبقى ليه الواحد وثلاثين 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 عشان تمال احنا بنعمل حساباتنا في اخر السنة بنعمل عند الجرد في الاخر الخاص يبقى فايدة المسحوبات تاني بتيجي ازاي المسحوبات في المعدل العالمية في المدة على الاثناشر اجيب من المسحوبات هيبقى مدهالي في التمرين المعدل هلاقيها في اول التمرين فوق او عند الجرد المدة هو اللي يقول لي المدة قلنا المدة ممكن تجي بطرقتين يدها لي جاهزة فقوله شكرا قد ترقيرك ما تعبتنيش او يديني تاريخ اخد من التاريخ اللي مدهلي لاخر السنة يلا نكمل مع بعضين فايدة المسحوبات فايدة الايه المسحوبات انت ساحب كم يا عم ايمن قال لي انا ساحب خمس تلاف جنيه يبقى فايدة مسحوبات ايمن ساحب خمس تلاف المعدل ستة على مية في المدة هو قال لي ستة على الاثناشر كده جاهزة ولا مش جاهزة يا اولاد جاهزة برافو عليكم يبقى خمس تلاف في ستة على مية في ستة على الاثناشر هتساوي مية وخمسين جنيه يبقى عم ايمن هتدفع مية وخمسين جنيه فايدة مسحوبات عشان ساحبت فلوس من الشركة. طب هما بياخدوا منهم ليه فايدة مسحوبات عشان ما يسحبوش فلوس الشركة. ويعطلونا. طيب انت يا حسام. ساحب كام? قال لي ساحب الفين وخمسمائة. فيه. المعدل هو هو. ستة على مية. بس المدة بقى هتتغير. هو قال لي حسام اربع شهوري باكتب اربعة اللي اتناشر. يبقى انا كتبت حسام ساحب كام? ساحب الفين وخمسمائة. في ستة على مية ده المعدل. في المدة اربعة اللي اتناشر. هعمل على الالة طلعت خمسين جنيه. اجمع مية وخمسين وخمسين. يبقى امتين جنيه. يبقى فايدة المسحوبات للاتنين مع بعض يا اولاد كام? ميتين جنيه. جات منين? خدت ايمن الخمس تلاف. في ستة على مية. في ستة على الاتناشر طلعت مية وخمسين. وانت يا حسام. قال لي الفين وخمسمائة. في ستة على مية. فاربعة اللي اتناشر طلعت بخمسين. جماعة اللي اتنين بقى امتين. طيب. في فايدة حسابات جاريا داينة او في في فايدة حسابات جاريا مدينة. قال لي لا. طيب. نعمل ايه بقى يا مستر ايمن بعد كده? هنجمع اولاد وركزهم معايا بقى في الجمع. علشان سيادتكم ممكن تطلق وانتو بتجمعهم. نجمع ازاي? نجمع دولة. الفين وتمنمية. وسبعة تلاف وامتين يبقوا عشر تلاف جنيه. كتبتهم اهم فوق. لسه ما كتبتش حاجة تحت. يبقى الفين وتمنمية. وسبعة امتين عشر تلاف. نجمع الجانب الدين. تلتاشر تلتمية ومتين يبقوا تلتاشر الف وخمسمية. كتبتهم فوق برضو. يبقى ده مجموع عشر تلاف وده مجموع تلتاشر الف وخمسمية. اكتب الكبير فيهم في الناحيتين. الكبير العشر تلاف ولا تلتاشر الف وخمسمية. برافو عليكم. الكبير تلتاشر الف وخمسمية. اكتبوا هنا واقصده الناحية التانية 13500 لحد كده فاهمين اعيد الحتة دي تاني عشان فيه خطوة تانية اجمع 2800 و7200 طلع 10000 حطتهم فوقهم لسه محطتهمش تحت 13300 و200 بقوا 13500 الاجبر 13500 ولا 10000 لا 13500 احطهم في الجانب الداين وفي الجانب الايه المدين ايه الخطوة اللي بعد كده اولاد اطرح العشر تلاف دي من 13500 هيتبقى كام برافو من غير البنات قالوا هاي 35500 برافو عليكم يبقى 3500 دي طلعت منين لما طرحت 13500 ناقص العشر تلاف بسميهم ايه دولا اولاد بسميهم رصيد مرحل رصيد ايه مرحل واقسمه على الاتنين على حسام ومين وايمن قدي كامل حسام وقدي كامل ايمن يبقى اخذ التلات تلاف وخمسمية اقسمه على الاتنين عشان قلب التساوي اه يبقى يطلع ده الف سبعمية وخمسين جاري ايمن وزيها الف سبعمية وخمسين جاري حسام هقول معلش الحتة دي تاني اولاد انا جامعة الجانب المدين تلع عشر تلاف كتبته فوق وجامعة الجانب الدين بقوا تلات تاشر الف وكام وخمسمية الاكبر تلات تاشر الف وخمسمية كتبته في النحيتين طرحت تلات تاشر الف وخمسمية من العشر تلاف اتبقى تلات تلاف وخمسمية يبقى كسبوا الشركة دي تلات تلاف وخمسمية احنا عايزين نوزع الارباح يبقى هنوزع الارباح هندي التلات تلاف وخمسمية على الاتنين طب في نسبة ولا أقل بالتساوي لكن يقل في التمرين بالتساوي فناخد التلات تلاف وخمسمية اقسمة على الاتنين يطلع الأولاني 1750 والتاني 1750 ده الجدول الأولاني يبقى الجدول الأولاني اسمه توزيع الأرباح والخسائر وخلاص حفظنا التلاتة في المدين والتاتة في التاني إيه بقى الجدول التاني الجدول التاني يا أولاد مش أعمل حاجة جديدة أنا هنقل من اللي أنا عملته في الجدول الأولاني في الجدول التاني هنضيف حاجات صغيرة خلاص هنقولها مع بعضين حلو خالص بس ركزوا معايا بقى الحسابات اللي أنا عملتها في الجانب المدين هتنزل في الجانب الداين في الجاري يبقى هتتعكس والحاجات اللي أنا عملتها في الجانب الداين هتيجي في الجدول التاني اللي هو جاري الشركاء في الجانب المدين يبقى نعمل زي المقص الحاجات اللي في المدينة هتيجي في الداين والحاجات اللي في الداين هتيجي في الايه في المدين طب ليه يا مستر أين عايزين نافع احنا يعني هننقل وخلاص هقول لكم ليه بقى الجدول التاني اسمه جار الشركاء اولاد اسمه ايه جار الشركاء فانا عايز اعمل ايه اجمع بقى الحسابات ليه كاموا عليه كان فاقول له انت ليك فايدة رأس المال وليك رصيد جاري داين وليك باقي المرتب لو ليك جزء وليك فايدة الحسابات الداينة يبقى يجوا في الجانب الداين لكن لما اجي عملت حساباتك انوا في الجانب الايه المدين وليك الباقي كمان من توزيع الارباح الفلوس اللي احنا وزعناها عليك انتو الاتنين. يقول لي شكر. طيب. يقول لي خلاص انا فهمت الجانب الداين. عايز افهم الجانب المدين. اقول له. عليك بقى ايه? عليك الجاري المدين? وعليك المسحوبات اللي انت سحبتها? وعليك فايدة المسحوبات? وعليك فايدة الجاري المدين? يقول لي شكر. تعالوا بقى نعمل الجدول التاني كده من الجدول اللي احنا عملنا. نسطروا مع بعضينا كده. انا عارف ان انتو قاعدين مركزين معي جدا جدا جدا. يلا اولاد. الجدول التاني اسمه ايه يا مستر ايمن? هكتب لكم اسمه الاول. اسمه جاري الشركاء. برضو جانب ايه? مدين. وجانب ايه ده? بصوا تستيرته بقى اولاد. تستيرته خنتين. في الجانب المدين. وخنتين في الجانب الدين. وفي بعض الاساسة الافاضل بتعمل كمان جميعهم خنت المجموعة. عادي خالص. ايه بقى اللي في الجانب المدينة? هنكتب اسمههم. ايوة. يبقى خنتين في الجانب المدينة. وخنتين في الجانب الدينة. والبيان. نكتب بقى ايه هم اللي في المدينة? هنا نكتب اسميهم. واحد كان اسمه ايه? واحد كان اسمه ايه? ايوة صحيم معايا. واحد اسمه ايمن. واحد اسمه حسام. ودي خانة بيان. نرجع نقرر تاني. ايمن. حسام. بيان. تعالوا بقى. ايه اللي تحط هنا بقى? الرصيد. ايه هو? اللي هو الجاري الدائم. الرصيد والجاري الايه? الدائم. ايه تاني يا مستر ايمان? فايدة رأس المال. وفايدة الجاري الدائم. ومرتب الشريك المستحق. ولو في حاجة اسمها فايدة قرد مستحق. يبقى حطينا ايه في الجانب الدائم يا مستر ايمان? الرصيد الجاري. وفايدة رأس المال. وفايدة الحسابات الجارية الدائم. ومرتب الشريك المستحق. وفايدة القرد المستحق. طيب. عايزين نعرف اللي يتحط في الجانب المدينة. رصيد الجاري المدينة. ونخط ايه كمان? ونخط المسحوبات. ونخط معهم ايه تاني بقى? ايوه? فايدة المسحوبات. وفايدة الحسابات الجارية المدينة. طيب. هو اصلا انا اجيب الحاجات دي من انا عملتها في الجدول الاولاني انا مش بعمل حاجة جديدة. انا بقى نقل من الجدول الاولاني اخط في الجدول التاني. تعالوا مع بعضينا بقى ننقل وتقولولي انتو كده. فايدة رأس المال. هورها الكوي. فايدة رأس المال. كانت كام وكام? ايمن كانت الف وستمية. وحسام كانت الف وكام ومتين. اروح نقلهم هم? ايمن الف وستمية. اصاد فايدة رأس المال. وانت يا حسام الف ومتين. تاني حاجة بقى. مرتب الشريك السنوي. ايمن كان باخد سبعة تلاف ومتين. مفروض اجيب هنا اولاد السبعة تلاف ومتين كلهم. تحت ايمن. هلاقيه ابط في التمرين الف ومتين. يبقى بقيله كام? بقيله ست تلاف جنيه. اهي. ست تلاف جنيه. تحت ايمن. مش اولها تاني مرتب الشريك السنوي المستحق دي. المفروض احط السبعة تلاف ومتين كلها اولاد. لقيته ابض منها الف ومتين. يبقى فاضل له كام? اه برافو. فاضل له ست تلاف جنيه. حلو. وحط بقى اللي طلع من توزيع الارباح والخسائر. ايه اللي طلع من توزيع الارباح والخسار يا مستر ايمن. لهم المجموعة الاتنين يا ولاد اللي هو الف سبعمائة وخمسين والف سبعمائة وخمسين. مفيش فايدة قرد مستحقة. مفيش فايدة حسابات جارية داينة. بس هو كان مديني حساب جاري داين لعمنا ايمن وحسام. كان قال لي ايمن الفين جنيه داين. وسبعمائة وخمسين حسام ايه مدينة. طيب تاني بقى مستر ايمن. جبت منين الجاري الداين دا والجاري المدينة. هو من دهل في التمرين يا ولاد لما كتبنا معنا في الاول. طيب. فايدة رأس المال دي جبتها منين الف وستمائة والف ومتين ما انا حاسبها في الجدول الاولاني. انا قلت من جدول التوزيع حطيت في جدول جاري الايه الشركاء. فايدة الحسابات الجارية الداينة ما كانش فيه في التمرين يا مستر ايمن فحطينا شرطتي. مرتب الشريكة المستحق. جبته منين? لما انا جبت من من التمرين ستمائة وفتنشر طلع سبعة تلاف ومتين. ابض منهم الف ومتين جنيه طرحت تبقله ست تلاف جنيه سمته مرتب الشريك المستحق. فايدة كارد مستحقة ما فيش. اللي طلع من توزيع الارباح والخسار الف سبعمائة وخمسين و الف سبعمائة وخمسين. طيب. النحن التانية يا مستر ايم. حطينا ايه? حطينا الجاري المدينة بسبعمائة وخمسين. طيب. ده كان سحب كم? وده كان سحب كم اولاد? خمس تلاف. وده سحب الفين ونص. هورها لكم اه. ده كان سحب خمس تلاف. وده سحب الفين ونص. فايدته ده كان مية وخمسين وده كان كام? خمسين. وده فايدته مية وخمسين وخمسين. حلو خالص. في فايدة حسابات جاري يا مدينة? لا ما كانش فيها مستر ايمان لما جاري مدينة ولا جاري ايه داي. كده التمرين بتاعي خلص فضل خطوة الجمع. هنجمع زي ما جمعنا. فين يا مستر ايمان زي ما جمعنا في جدول التوزيع. نجمع لكم ايمان مثلا. ايمان خمس تلاف ومية وخمسين وخمس تلاف مية وخمسين. اهو. حطيتهم فوق ايمان فوق اهو ما يوليت. ايمان في الجانب الدين. الفين. والف وستمية. وست الاف. والف سبعمية وخمسين. طلعوا احداشر الف تلتمية وخمسين. انه اكبر يا مستر ايمان. الخمس تلاف مية وخمسين ولا الحداشر الف تلتمية وخمسين برافو. حداشر الف تلتمية وخمسين طبعا اكبر. اعمل ايه? حطيت الكبير في الناحاتين. اطرح الكبير من الصغير يتبقى ست الاف ومتين. اسميهم رصيد. مرحل. هقول تاني معلش عشان نعرف فيه طلبة كتير. بتبعتلي وتقول لي على مهلك في الجامعة شوية عشان احنا نطلق بطبي. هنجمع اولاد. ادي ايمانهم. خمس تلاف زائد مية بقى خمس تلاف مية وخمسين. ملحقش اكتبهم تحت. اكتبهم فوق الاول عشان نعرف الكبير مين? فين? خمس تلاف ومية وخمسين بقى خمس تلاف مية وخمسين. الناحات التانية بقى. الفين. والف وستمائة وست الاف والف سبعمية وخمسين. عملتهم بالقالة طلعوا احداشر الف تلتمية وخمسين. حطيت هنا احداشر الف تلتمية وخمسين. وحطيت هنا احداشر الف تلتمية وخمسين طرحت حداشر الف تلتمية وخمسين ناقص خمس تلاف مية وخمسين طلع ستة متين حطتهم هنا وسميتهم رصيد ايه مرحل طيب حد يجمع للتانين بقى مسترعين جمعنا التانين سبعمية وخمسين والفين وخمسمية وخمسين طلعوا تلاتة تلتمية وهنا طلعوا الفين تسعمية وخمسين دولة تلاتة تلتمية ودولة الفين تسعمية وخمسين ايوة الكبير ايه بقى اه الكبير الناحية دي يا مستر يبقى نحطه عادي نحط هنا الكبير في الناحيتين تلاتة تلتمية وثلاتة تلتمية بس لما نطرح بقى ما نحطش هنا يا اولاد نحط هنا. نحط تملي مع الخانة الصغيرة عشان يكملوا بعض. هنطرح بقى تلاتة تلتمية من من الفين تسعمية وخمسين هيبقى تلتمية وخمسين. حطتهم هنا ليه بقى يا مستر ايمن المرة دي. ما انت حطتهم المرة اللي فات. عشان الكبير كان هنا يا اولاد. الكبير اهو. فانا بحطهم في الخانة اللي مع المبلغ الصغير عشان نكملوا. اسميهم رصيد. مرحل. يبقى احنا عملنا لحد دلوقتي. ايه يا مستر? عملنا جدولي. جدول اسمه توزيع الارباح والخسائر. وجدول اسمه جار الشركاء. افكركم قبل ما نخش على تمرين تاني. يبقى الجدول الاولين اسمه توزيع الارباح والخسائر. سطرته وجهزته. طب لو فيها حاجة مش موجودة بعمل شرطتين مكانهم. لكن في التمرين اللي جاي دلوقتي هناخد كل حاجة. تلات حاجات في الجانب المدين وتلات حاجات في الجانب الداين. انا سامع كل الاولاد والبنات الشاطرين اللي هيقولوا معي. الجانب المدين. فايدة رأس المال. فايدة رأس المال. مرتب الشريك السنوي. مرتب الشريك الايه? السنوي. فايدة الحسابات الجارية الداينة. فايدة الحسابات الجارية الداينة. فايدة رأس المال. مرتب الشريك السنوي. فايدة الحسابات الجارية الداينة. بروفو عليكم. التلاتة الناحية التانية. اللي هما في الجانب المدينة. صافر ربح. طب ممكن يا مستر ايمن يغير كلمة صافر ربح. اه ممكن يقولي رصيد ارباح وخسائر. او رصيد ملخص الدخل او رصيد قيمة الدخل اللي هو صفر ربح وفايدة المسحوبات وفايدة المسحوبات وفايدة الحسابات الجارية المدينة فايدة الحسابات الجارية الايه المدينة قولهم تام صفر ربح فايدة المسحوبات فايدة الجارية الايه المدينة طب يلا يا ولاد اللي هيقول لي بقى التلاتة اللي هنا والتلاتة اللي هنا ليه خمسة جنيه عندي اخر الحلقة يلا انا سامحكم برافو برافو فايدة رأس المال مرتب الشريك السنوي ايوة فايدة الحسابات الجارية الداينة برافو عليكم نحط تانية صفر ربح سامحك برافو فايدة الايه المسحوبات بعد كده فايدة الحسابات الجارية الايه المدينة برافو ده الجدول الاول الجدول التاني عملت ايه مستر ايمن ما عملتش حاجة خالص نقلت الحاجات اللي في الجانب المدين حطيتها في الجانب الداين والحاجات اللي في الجانب الداين حطيتها في الجانب الايه المدين بس زودت الجاري والمسحوبات على الجاري المدين برافو عليكم تعايا ناخد تمرين تاني من على الشاشة ونحل مع بعضينا بيقول لي ايه باسم وخالة شركان في شركة تضامنة تقسمان الارباح والخسار بالتساوي ونص عقد تكون الشركة على تحتسب فايدة رأس المال ستة في المية وفايدة المسحوبات عشرة في المية وباسم ده بيدير الشركة يبقى فايدة رأس المال ستة في المية يا ولاد طب هنعمل بقى ايه فايدة رأس المال دي عشان ما نجيب رأس المال كل واحد يبقى فايدة رأس المال ستة في المية والمسحوبات عشرة في المية وباسم بيدير الشركة بألف جنيه سنوات بفي واحد اسمه باسم والتاني اسمه خالد يبقى باسم وخالد ماشي يا باسم رأس مالك كام قال لي رأس مال ده ستين الف وده أربعين الف ده باسم وده خالد مسحوبات ده خمس تلاف وده ست تلاف ده ست شهر ستة شهور وده أربع شهور رصيد المرتب الف ومية الفرق من مرتب طبعا باسم هنا واخد الف ده بياخد الف جنيه شهريا واخد منهم الف ومية ده اللي أبضوا أولاد ماشي أو رصيده خلال العام 11 ألف وفي تلت تلاف باسم مدين واربع تلاف خالد داين أنا جهز لمسألتي تعالوا نجهز مع بعضينا جدولنا بقى طبعا انتوا عارفين ان احنا هنعمل جدول اسمه ايه وايه الحلقة كلها النهاردة عن جدول اسمه ايه وايه برافو توزيع الأرباح والخسائر والجدول التاني اسمه جار الشركة يلا ما نسطر مع بعضينا بقى أولاد ونحل وانعارف ان انتوا بقى التمرين الاولاني كنتوا لسه مهزوزين التمرين التاني هتحلوا معايا كلكم شطرين ده الجانب المدين طب يا مستر ايمن ممكن نحل التمرين برا ونحط الارقام طبعا ممكن بس انا بحب احلو جوه الجدول ليه اولاد علشان ما تطلخبطش في مكانه لكن انت ممكن تعمله في التسويات زي ما انت متعود برا وتكمله مع بعض تعالوا مع بعضينا نكتب الثلاث حاجات بقى الجدول اسمه ايه الاول عشان ما ننساش توزيع الارباح والخسائر ده الجانب المدينة وفي ثلاث حاجات وده الجانب الداين وفي ثلاث حاجات ايه التلاث حاجات اللي في الجانب المدين يا مستر ايمن يلا اقولوا معايا وانا هكتب بس انتو تقولولي وانا هكتب ايه التلاتة التلاتة هم اول حاجة فايدة رأس المدينة تانية حاجة يا مستر ايمن مرتب الشريك السنوي تالت حاجة فايدة الحسابات الجارية الدائنة يبقى لما خش كده على اي تمرين اكتب التلات حاجات دول انا عايزكم فاهمين محاسبة مش حافظين النحية التانية صاف الارباح فايدة المسحوبات بعد كده فايدة الحسابات الجارية برافو المدينة في ولاده وبنات ممتازين قاعدين مركزين معايا خالص بجدول الاولاني اسمه توزيع الارباح والخسايا طيب فاكريين فايدة رأس المال كنت بعملها ازاي ايوا بجيب رأس المال كل واحد واضربه في المعدل العالمية يلا اول واحد كان اسمه باسم والتاني اسمه خالد هو عمر خالد فاحنا قلنا خالد على طول باسم جبت رأس المال الكام قالي ستين الف فيه المعدل ستة علامية يبقى رأس المال في المعدل العالمية يبقى انت يا باسم 3600 جي خالد قالي طب ما انا عايز كمان فايدة رأس المال فايدة رأس المال بتاعت خالد انت جاب كم يا خالد قالي انا جاب 40 الف 40 الف فيه المعدل برضو نفس المعدل ستة علامية تطلع 2400 اجمع الاتنين مع بعض ياولاد 6000 جنيه هحط هنا 6000 جنيه يبقى انا جبت فايدة رأس المال جبت رأس المال كل واحد رأبته على ايه في المعدل العالمية مرتب الشريك السنوي كان بيقول لي باسم بياخد 1000 جنيه في الشهر 1000 في الشهر ده باسم والسنة فيها كم شهر يا مستر ايمن 12 يبقى انت يا باسم هتاخد 12000 طيب هم اتجيب لي 11000 قبل كده يا مستر ايمن ده 11 لما نيجي نحطه في الجدو نشوف ايه له كام فايدة الجاري الداين مع طنيش وفايدة الجاري المدين مع طنيش طيب صفر الربح هو كم الدولي في المسألة بتلاتين الف ياولاد احطه كما هو فاصفر الربح التلاتين الف عايزين نعمل بقى فايدة المسحوبات انا عايفكو شاطرين انا عندي واحد اسمه ايمن واحد اسمه خالد انت ساحب كام يا ايمن قالي انا ساحب 5000 وانت يا خالد ساحب كام 6000 في المعدل هل المعدل 6 لا في المسحوبات كان 10 على 100 تملي المعدلين بيبقوا مختلفين عن بعض ياولاد في 10 على 100 المدة بقى الاولاني قال لي 6 شهر والتاني قال لي 4 شهر يبقى انا جبت ايه اولاد جبت المسحوبات في المعدل العالمية في المدة على ال 12 المسحوبات في المعدل العالمية في المدة على ال 12 تطلع بكام الاولاني هيدفع فايدة مسحوبات 250 والتاني هيدفع فايدة مسحوبات 50 ستلاف عشر على مية فاربعة على اتناشر ايوة متين طلعت على الامتين برافو عليكم في عيال قعدة صح يا معين اهي يبقى دي متين يبقى الاتنين مع بعض اربعمية وكام يا مستر ايمن اربعمية وايه وخمسين طيب جاي في فايدة حسابات جاريا دينة ومدينة قال لي كامت في المية اتناشر في المية يبقى تعالى نعمل بقى نزود فايدة جاريا مدين وفايدة جاريا دين طب عاملها ازاي بقى يا مستر ايمن يبقى لو عطهالي نشتغل بقى عليها نعملها باسم تلات تلاف خالد اربعة تلاف في اتناشر على مية يبقى اربعة ومن ومية وباسم تلات تلاف في اتناشر على مية تبقى تلات تلاف وست ومية طب ليه مستر ايمن حطيت ده هنا عشان ده قال لي خالد دين وحطيت باسم هنا ليه عشان قال لي مدين وانا جبت زي فايدة رأس المال زي كقب وزي فايدة المسحبات بس من غير المدة بيجيب الجاري المدين والجاري الايد دين تعا نجمع بقى اولاد وانتو هنعرف ان انتو شاطرين هتعرفوا تجمعوا معايا اجمع ستلاف واثناشر الف وطمانتاشر الف واربعة تلاف ومتين يبقوا اتنين وعشرين الف وتمنمية والنحية التانية تلاتين الف واربعمية وخمسين وتلتمية وستين اجمعهم مع بعض تلاتين الف تمنمية وعشر الاكبر تلاتين الف وتمنمية وعشرة ولا لتنين وعشرين الف وتمنمية طبعا تلاتين الف تمنمية وعشرة بعد كده اعمليه مستر ايم اطرح حوليه ده من ده يبقى ستلاف طمانتاشر الف اتنين وعشرين الف وتمنمية طلحتهم من ده طلع اتناشر الف امتين وتلاتين لسامهم رصيد مرح هو قال لي بالتساوي يبقى باسم كام وخلط كام اقسم ده على اتنين ياولاد يطلع ستلاف مية خمسة وستين وستلاف مية خمسة وستين يبقى انا عملت الجدول الايه الاولاني اللي هو ايه توزيع الارباح والايه والخسايا تعا نعمل الجدول التاني الجدول التاني اسمه ايه مستر ايمان اسمه جاري الشركاء يلا ياولادنا ستطروا مع بعضينا ونركز مع بعضينا احنا قلنا هنعمله ازاي بننقل من جدول التوزيع ونحط في جاري الشركاء طب بنعمله خنتين ليه عشان بعمل كل واحد لوحدي ايمن وباسم وكل واحد لوحدي انا كان عندي مين في الشركة المرة دي باسم وخلط بالجدول التاني اسمه ايه اسمه جاري الشركاء ده الجانب المدين وده الجانب الدين اكتب اسميهم واحد اسمه باسم واحد اسمه خالد وبيان واحد اسمه باسم وخالد وبيان فاكرين ايه اللي بتحط هنا و ايه اللي بتحط هنا ايوه هنا الرصيد الجاري المدين والمسحبات وفايدة المسحبات وفايدة الجاري المدين هنا هنكتب رصيد الجاري الداين برافو عليكم وفايدة رأس المال ومرتب الشريك المستحق وفايدة الجاري الدائن ايوه وفايدة قرد مستحقة لو فيه واللي طالع من توزيع الارباح والايه والخساب تعالين انقل بسرعة جدا جدا عشان وقت الحلقة الرصيد بتاع الجانب الداين بتاع خالد 4000 مرت الفايدة رأس المال ده كان 3600 وده كان 2400 12000 ابض منهم 11 يبقى فضلك يا باسم 1000 وانت مالكش فايدة الجاري الداين 3000 وطلع فايدته 360 ده كان سحب 5 وطلع فايدته 250 وده كان سحب 6 كانت فايدته كام 200 هنجمع الجانب المدين والجانب الداين ونشوف الكبير مين فيهم في النحيتين انا بشكركم على حسن استماعكم بشكركم على انتباهكم طول الحلقة وتفاعلكم معايا انا شايفكم كل واحد بيكتب اول بول للمسائل كما بشكر قطاع التعليم الفني اللي موفر لنا قناة نقعد نذاكر وانتبعها في التلفزيون وانعيد وانزيد فيها علشان نستفيد بشكر قطاع التلفزيون اللي موفر لنا ستوديو وسادة مخرجين ومعدين بيخرجونا الحلقة بشكل مميز بشكركم جميعا وبشكركم انتم اعزائي الطلبة الى ان نلتقي في حلقات قادمة باذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة